مرحبا، اسمي يلين مدهنات، خبيرة رياض أطفال وخدمة مجتمع كتير أهالي عم بيحكوا بيسألوني على موضوع التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد online learning وخاصة بالنسبة لرياض الأطفال بحب أطمن الأهالي وقولهم ما تقلقوا ولا تضغطوا حالكم بدي أذكر كمان الأهالي أنه كون طفل قدراته بتختلف عن قدرات الطفل الثاني وطريقة تعلمه مثلنا إحنا الكبار بتتفاوت في ناس بتعلموا عن طريق النظر visual learners، في ناس auditory بسمعوا الإشي وبتذكروا لكن كل ما شغلنا أكتر من حاسة بكون التعلم فعال أكتر والنتيجة تكون أكتر إيجابية بدي أذكر للأهالي كمان يفكروا إنه إيش أهم إشي بالنسبة لأطفالهم في هاي المرحلة أهم إشي إنه إحنا نعطيهم وقت وقت واللي منقول عنه quality time نص ساعة بنهار أهم من ما نقعد نعطي تعليمات ونقول لهم شو يعملوا بس قعدوا معهم نص ساعة واشتغلوا معهم إعملوا معهم إشي ممتع هذا بالنسبة لهم أكتر إشي ممكن يتعلموا منه من الأشياء الثانية المهمة واللي بدي أذكر الأهالي يعملوها أول إشي الطبخ الطبخ بيعلم كتير أشياء وكتير مفاهيم مفاهيم رياضية لما أنا آجي أعد أقيس أكيل فإحنا عمالنا منعد طبعا إحنا بدنا بوعي نكون عارفين إنه عمالنا نستفيد من هاي الخبرة بدنا نعلم طفلنا منعد نشوف كاسة كبيرة كاسة صغيرة ففي كتير مفاهيم رياضية بتعلمها الطفل عن طريق الطبخ فيزيا فيزيا لبعدين كيف المواد صلبة السائلة إيش منخلط مع إيش كيف الحرارة بتأثر على المواد البرود إذا حطينا بالتلاجة إذا غلينا الإشي كيف بتبخر كيميا بتعلم الطفل كيميا كيف المواد بتختلط مع بعض أثرها على بعض كيف الملح بيدوب إذا حطينا بالمي السكر كتير مفاهيم نتعلم عن طريق الطبخ وين المهم؟ الأسئلة اللي إحنا منسألها لأطفالنا إيش شفتوا؟ إيش لحظتوا؟ وين راح الملح؟ وين راح السكر؟ شو صار بالمي؟ بالتلاجة؟ فاستمتعوا مع بعض وإنتوا بتطبخوا ولا منه ممكن يكون النشاط فيه فوضى كتير لكن خلوا الطفل هو ينظف كمان بالآخر وهيك بتكونوا قضيتوا ساعة مستمتعين متعلمين نشاط كتير حلو مع أطفالنا أهم من تلفزيون ولا آيباد ولا أي تعلم إلكتروني ممكن تعملوا مع أطفالكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر